دحمن مترشح حر لامتحانة شهادة البكالوريا قطع مسافة 130 كم لاجتياز هذا الامتحان بحس بحبح بح قادما من مسعد قصد ابتدائية خلاص اسماعيل بعد سماع خبر تكفل بطلبات القادمين من بعيد في مكتب الاستقبال جيت من مدينة مسعد وين وجهني معطرين ثماء وقدمون تسهيلات اللازمة مبادرة خيرية تلك التي نظمها متطوعون للتكفل بالمترشحين الأحرار حيث وفر لهم المبيت وجميع ظروف الراحة توفير الاستقبال يشمل المبيت اللي هو الإيواء وفطور صباح والغداء والعشاء وتوفير النقل من مركز الامتحان إلى مركز الإيواء المترشحون وجدوا في هذا المركز فرصة لمراجعة الدروس وتبادل الخبرات بينهم أكثر من 13 ألف مترشح حر للبكالورية في الجلفة كان هاجسهم الوحيد النقل والإيواء وبفضل هؤلاء المحسنين تجاوزت هذه العقبة